قدام حضراتكم المساعدات الموجودة على حدودنا مع الأراضي العربية فلسطين غزة تحت الاحتلال غزة تحت الحصار أما مصر فهي تفتح لغزة أبواب الخير مصر تفتح لغزة أبواب المساعدة مصر تقدم يدها لأجل غزة ليس لأنها تساعد غزة ولكنها مصر تساعد أهلها الفلسطينيين في غزة من مصر من القاهرة هنا فلسطين من العريش هنا غزة دي الشاحنات قدام حضراتكم بتشيل المساعدات والمهمات الطبية ويدخل أيضا معها الأطباء وأطقم التمريض للمعاونة في إنقاذ حياة أهلنا في غزة المسألة ليست فقط في تقديم مهمات ومساعدات غزائية فقط لا غير غزة أصبحت في احتياج لقطرة ماء المحتل يطرق غزة بلا ماء المحتل يقصف غزة فلا يستطيع الناس هناك حتى تنفس الهواء المحتل ضرب غزة بالفسفور الأبيض ولدنا إخواتنا أصدقائنا رفقنا يقفون بجانب هذه الشاحنات لتقديم العون والغوس والمساعدة لإخواتهم أهليهم في غزة يمكن النهاردة شفت فيديو جميل ورائع لراجل مصري من أحد السائقين لهذه الشاحنات وهو يتحدث أنا مش مروح بلدنا قبل ما أدخل بالعربية لأهلنا في غزة أنا مش خايف يا راجل مصري عادي جدا أنا مش خايف أنا هدخل بالعربية لغزة أنا مش مروح غير لما أدخل بالعربية بتاعتي لغزة وأعيد على مسامعكم ومسامع كل العرب 300 مليون عربي أظنهم الآن ينظرون إلى القاهرة بكل فخر يعرفون أن في قصر الاتحادية بالقاهرة قصر الحكم رجل يدافع عن مصر يدافع عن فلسطين يدافع عن العروبة بكل شجاعة ونبل ونزاهة وذكاء وحكمة وقوة بايدن البيت الأبيض يقول الرئيس المصري يوافق على فتح معبر رفح للسماح بمرور 20 شاحنة تقريبا تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة بايدن البيت الأبيض يقول الرئيس المصري يستحق التقدير الحقيقي على تعاونه أما نحن فنقول رئيسنا المصري وزعيمنا العربي يستحق مننا كل التقدير كل الاحترام كل التبجيل كل المعاونة وكل الوقوف ظهيرا شعبيا نصريا عربيا في ظهر هذا الرجل للعروبة رجال عبد الفتاح السيسي بكل الاحترام